والله العظيم تلاتة احنا في كرسة المفروض كلمة منشئ محتوى او مؤثر لا يتم اعطاؤها الى اي شخص يا صديقي منشئ المحتوى كلامي موجه لمنشئ المحتوى اللي لازم يظل وحيفضل طول عمره على قناته مؤثر في متابعينه لازم تعرف ان التأثير في الاخلاق والقيم والمبادئ وليس في المال يا مرتزقين اليوتيوب انا بسمي اصحاب القنوات اللي تجهوا للاسلوب ده مرتزقة هؤلاء مرتزقة اليوتيوب وليس منشئين محتوى على الاطلاق واي قناة تفرد في قناتها من اجل ان هي تصبح زي القنوات دي فهي برضو مرتزقة اي شخص يبيع قناته وهو عارف ان هيحصل فيها كده فهو برضو مرتزق لازم تكون عارف ان مجرد انشاء القناة على اليوتيوب فانت مؤثر في الاخرين تعالوا مع بعض نشوف الكارثة اللي بتحصل في مصر الانتكاسة اللي بتحصل في المحتوى اللي الاسف الشديد لما دخلت اتفرقت على الاكثر شهرة في جميع انحاء العالم وفي اليابان وفي كوريا وفي كل وتايوان وغيره ما لقيتش غير في مصر الارف ده ما لقيتش غير في مصر شوية المرتزقة اللي عاملين حبوب وبياخدوا من وراها فلوس وعملين يهددوا القنوات ههددك لو ما جدتش قناتك هاخد قناتك غصبة عنك هعمل لك نقارات غير شرعية اولى انت وهو ولكن للأسف الشديد اللي بيحصل في مصر اني لسه في مفيا بتحصل في مصر والمفيا دي هتأثر على المحتوى في مصر وحتأثر على منشئين المحتوى كل قراء ما كانتش قادرة تجيب اي ارباح بدأت تنطلق للارف اللي بيحصل ده اللي ما شفتوش غير في مصر والأسف الشديد ان المحتوى التعليمي هو الأقصر الناس مطبخ موميمة دودو ومانوليزا ومستر ياسر التعليمي وينزل تحت كده وشطة وفلفلة وخالد مش عارف تدينا ايه القارف اللي احنا بدأنا نشوفه في المحتوى ده على اي اساس انتوا بتعملوا كده عشان خاطر الفلوس هي الفلوس بتعمل تأثير يا لهوي تم تروحوا التوك توك التوك توك على قلة العلايف وطلعي وريني يا جمال خطوتك وحتشوفوا ارباح زي الفل لكن جايين تدمروا ارباح اليوتيوب ودمروا اليوتيوب جوه مصر وخلوا المعلن يبقى للثقة في مصر ويبطل يعمل اعلانات وبقى الارب ام تحت الصفر في مصر وغيره من الدول الاخرى ومعادش فيه استيداف لمصر طب ايه الدنيا اللي بتعملوه ده عك وفي الاخر بيرحوا وبضوا برا مش بيبضوا جوه كمان ويحولوا الفلوس وخدوا بالكو فيه موضوع جديد هيحصل للقنوات دي خدوا بالكو يا جماعة لان فيه اكتر من انتكاسة واكتر من ارور القنوات اللي بتبيع هتوحشنا والقنوات اللي بتتأجر هتوحشنا وبين وبينك الايام والقنوات اللي بتاخد انظرات وبتجرى علشان تبيع قنواتها عيب احنا محتوى تعليمي عيب احنا محتوى تعليمي عيب ما نكونش احنا مصدر للعرف ده للأسف الشديد هذا ما اقول بشكل مستمر ما ينفعش كل واحد فتح قناة واقيف قدامي كاميرا يبقى مؤثر وما ينفعش اي شخصية عملت قناة واقفت قدام كاميرا تكون مؤثرة فيك اختار المؤثر اللي اثر فيك واختار الشخص اللي هوه بجنبك ويحميك وبشكل مستمر جنبك وبيحبك وانت بتحبه ولاا يبيعك من اجل المال فيه منشيين محتوى ممكن يبيعوا جمهورهم بفلوس وفيه منشي المحتوى لو ديته فلوس الدنيا كلها ما يبيعش جمهوره وهو بيحب جمهوره اختار منشي المحتوى اللي بيحب جمهوره وخلي دايما قطوتك لكن ما تروحش الواحدة بياعة او واحد بياعة او واحد بيبيع ليك الوهم وتخليه مؤثر وتخليه قيمة وقامة القيمة وقامة لا تخون وهذه غيانة شكرا لكم اشتركوا في القناة